بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله يا حلوين رح نشرح قاعدة تاء التأنيف الساكنة طبعا تاء التأنيف الساكنة دائما تدخل على الفعل الماضي تاء التأنيف الساكنة دائما تدخل على الفعل الماضي تمام؟ تعرب تاء التأنيف بأنها تاء التأنيف الساكنة لا محلى لها من الإعراب تاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب لما أحكي لك درسة درسة هي فعل ماضي درسة فعل ماضي بدي أدخل عليها تاء التأنيث الساكنة بتصير درست درست دخلنا عليها تاء التأنيث الساكنة طبعا درسة هي فعل ماضي حكينا دائما تاء التأنيث بتدخل على أي فعل؟ على الفعل الماضي ودرسة هي فعل ماضي إيش صار وانتهى لما أدخل أدخل عليها تاء التأنيث الساكنة بتصير درست شو بتصير درست درسة بعربها فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهر على آخره والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محلى لها من الإعراب والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محلى لها من الإعراب تمام يجينا مثال ثاني أكلة أكلة فعل ماضي فعل ماضي دخلنا عليها تاء التأنيث الساكنة بتصير أكلات شو بتصير أكلات أكلات دخلنا عليها تاء التأنيث طبعا لما تكتب حرف التا لا تنسى انك تحط عليها السكون لانه اسمها تاء التأنيث الساكنة ما ننسى السكون نامة بدي أدخل عليها تاء التأنيث الساكنة شو بتصير عني الكلمة؟ نامت نامت نامة طبعا هي فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب جمعة جمعة فعل ماضي مبني على الفتحة تمام؟ بدي أدخل عليها تاء التأنيث بتصير جماعة شو بتصير؟ جماعة جمعة فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب يلا مع بعض يا حلوين نجي نحل هذا المثال أدخل تاء التأنيث الساكنة على الكلمات التالية يا بطل عندي شاهدة شاهدة أنا بدي أدخل على كلمة شاهدة تاء التأنيث تمام؟ شو بتصير؟ شاهدت شاهدت ما ننسى السكون شاهدت شاهدة فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب كتبه كتبه دخل لتاء التأنيث على كلمة كتبه شو بتصير؟ يلا حلوين يلا حلوين كتبت 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 فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب لعبة نندخل لها تاء التأنيث شو بتصير؟ شو بتصير لاعبات لاعبة فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب شريبة نندخل لها تاء التأنيث بتصير شريبات شريبات شريبة فعل ماضي مبني على الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب يلا يا حلوين أنه إياكو على سؤال 9 صفحة 59 املأ الفراغ على نمط المثال ثم أقرأ جمع جندب طعامة جمع جندب الطعامة من ندخلها تاء التأنيث الساكنة لكلمة جمع شو بتسير جمعات نملة الطعامة جمعات نملة الطعامة جمعة فعن ماضي مبني على الفتحة والتاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب تمام تناول وليد الفطورة تناول وليد الفطورة تناول فعل إيش فعل ماضي فعل ماضي إيش صار وانتهى تناول فعل ماضي دخل على تاء التأنيث شو بتسير تناولت تناولت سمر الفطورة تناولت سمر الفطورة طيب شربة شربة أحمد الماء من ندخل على تاء التأنيث الساكنة شو بتسير شربة حنان الماء شربة حنان الماء كتب أسامة درس كتب أسامة درس من ندخل للفعل ماضي كتب تاء التأنيث الساكنة شو بتسير كتبت كتبت لبنى الدرس كتبت شو بعريبها فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهر على آخره والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراب وهلا يا حنوين رح نروح على سؤال عشرة املأ الفراغ مما وهلا يا حنوين رح نروح على سؤال رقم عشرة صفحة تسعة وخمسين املأ الفراغ مما بين القوسين على نمط المثال أهلا وسهلا آسفا مهلا من فضلك أقول شكرا عندما يساعدني شخص أقول شكرا عندما يساعدني شخص إذن شكرا هي كلمة شكر شكرا هي كلمة شكر أنا لما بدأت شكر حدد شو لازم أحكي له شكرا أي حدا بيساعدني أي حدا بيقدمني المساعدة لازم أنا أحكي له شكرا تمام طيب عندما أطلب شيئا عندما أطلب شيئا بدك تطلب شيئا من معمعه ومن أخوك شو لازم أحكينه أنا؟ بحكينه من فضلك من فضلك من فضلك هي جملة الطلب بأدب من فضلك جملة الطلب تمام؟ أنا لما بدي أطلب إشي بحكي من فضلك تمام؟ طيب عندما أستقبل الضيوف لما بدي يجيك ضيف كيف أنت بتستقبل الضيف؟ شو بتحكي له؟ شو لازم أحكي له لما أستقبل الضيف؟ لازم أحكي له أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً هي جملة إيش يا حنوين؟ هي جملة ترحيب جملة الترحيب يعني أنا لما أستقبل الضيف وأرحب فيه بحكي له أهلاً وسهلاً طيب عندما أعتذر أنت بدك تعتذر من ماما أو تعتذر من بابا شو لازم تحكي له؟ آسف شو بحكي له؟ آسف إذن آسف هي كلمة اعتذر آسف كلمة اعتذر أنا لما أبدي أعتذر لازم أحكي آسف آسف؟ لها من الإعراب تمام؟ تناول وليد الفطورة تناول وليد الفطورة تناول فعل إيش؟ فعل ماضي فعل ماضي إشي صار وانتهى؟ تناول فعل ماضي دخل على هتاء التأنيات شو بتسير؟ تناولت تناولت سمر الفطورة تناولت سمر الفطورة طيب شربة شربة أحمد الماء من ندخل على هتاء التأنيات الساكنة شو بتسير؟ شربت حنان الماء شربت حنان الماء كتب أسامة درس كتب أسامة درس نندخل للفعل ماضي كتب تاء التأنيات الساكنة شو بتسير؟ كتبت كتبت لبنة درسة كتبت شو بعريبها؟ فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهر على آخره والتاء تاء التأنيات الساكنة لا محل لها من الإعراب تأنيات الساكنة